بمجلس الأمن تلاسن الأسبوع الماضي مندوب الجزائر مع المندوب الروسي لوصف مشاركة إيمان خلاف بالألعاب الأولمبية بالمثيرة للإشمئزاز استغلت روسيا هالملف لاستفزاز الجزائريين بعد الخلافات بين الطرفين كيف انتقلت الجزائر تدريجيا من التحالف للتباعد مع روسيا؟ من وقت استقلالها ركزت السياسة الخارجية الجزائرية على تطوير علاقاتها بالصين والاتحاد السوفيتي ولاحي عن روسيا لتقليل اعتمادة على الغرب بس بلشت العلاقات تتوتر بين الجزائر وروسيا من سن الماضية لأكتر من سبب أولاً الجزائر خايفة من الدور اللي عم تلعبوا قوات فاغنر التابعة لروسيا بمالي وليبيا ودول السحل الأفريقية وخصوصاً من ناحية سيطرتها على الموارد الطبيعية وتهشيم المؤسسات الحكومية المركزية بتخاف الجزائر أنه تنتقل هالعدوى لعندها مثلاً بليبيا وقفت الجزائر مع خيار توحيد المؤسسات الدستورية بقيادة الحكومة المركزية بترابلوس بالمقابل عملت فاغنر صفقة مع ميليشيات خليفة حفتر المتمردة على الجيش لتسليحة مقابل الحصول على النفط بارح الثالثة سيطرت قوات حفتر على حدود ليبيا مع الجزائر وصاروا حلفة فاغنر بمواجهة الجيش الجزائري تانياً حمل النظام الجزائري لروسيا مسئولية رفض انضمام الجزائر لمجموعة البريكس سن الماضية واعتبرها الخطوة إهانة إله خصوصاً أنه وافقت البريكس على عضوية دول قريبة كتير من الغرب مثل السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين بالمقابل روسيا عندها كمان أسبابة للتباعد حطت الجزائر حالة بموقف منافس للدور الروسي لما صدرت غازها لأوروبا وساعدت الأوروبيين على التخلص من إمدادات الغاز الروسي بعد حرب أوكرانيا بالنسبة لروسيا سيطر على الموارد الطبيعية بأفريقيا وخصوصاً المعادن أهم من التمسك بحليف قديم ودور فاغنر بأفريقيا أهم بالنسبة لروسيا من هواجز الجزائريين